ما الذي يمكن ان تسفر عنه المحاكمات الشعبية؟ الحقيقة المصرية او حركة مواطنون ضد الغلاء وهي لجنة مصرية غير رسمية ومنظمة مدنية عقدت محاكمة شعبية لمن اسمتهم محتكري الاسمنت في مصر محاكمة شعبية لمحتكري الاسمنت نظمتها حركة مواطنون ضد الغلاء النهاردة بنقابة المحامين اولا هذه المحاكمة ليست محاكمة تصدر احكام قابلة للتنفيذ هذه محاكمة تصدر احكام معنوية احنا بنستهدف من خلال المحاكمة دي ان احنا نعرض وجهة نظر المستهلكين في مصر من ناحية الجاشع والاحتكار اللي بيتم عليهم هدف من اي محاكمة شعبية ان انا عاوز اقول لو الناس دي تم محاكمتها بعيدا عن تأثير السلطة هيكون ايه القرارة اعضاء الحركة اكدوا ان المحاكمة بتأتي لمحاولة الحفاظ على حق المواطن المصري من المحتكرين للسلع المعمرة اي تجارة يستشعر منها المواطن ان القائمين عليها جاشعين ويستغلوا الناس من المتعين ان يلجأوا الى القضاء والقضاء سحته واسعة والى القضاء الشعبي على الاقل انا بقول لرأي العالم خلوا بالكم الناس دول بيتحقوا عليكم او بيستغلوكم او بينهبوكم او بيسرقوكم او 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 هبنقول الحقيقة مجرادة للناس المتحدث باسم حركة مواطنون ضد الغلاء اكد ان المحاكمة مش لتجار الاسمنت فقط ولكنها محاكمة لكل محتكر السلع في مصر هذه المحاكمة ليست موجهة بشكل عمدي ضد فرض بعينه او ضد شركة بعينها كل الشركات موجودة متهمة في هذه الدعوة على فكرة فيه اتصالات جرت ما بيننا وفيه حوارات جرت وفيه مذكرات ارسلة احنا هنعرضها في الجلسة القادمة ان شاء الله احنا طلبين عشان يبقى فيه حرق يبقى فيه تفاوض ايجابي انه يبقى فيه تخفيض الاسعار وفيه جزء من الشركات بدأ يكلم عن انه عايز يخفض الاسعار يعني استجابة لللي احنا بديكلم عليه احتكار اصحاب الشركات للسلع الاساسية والمعمرة في السنين اللي فاتت بيعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري للخطر وبيمنع وصول سمار الاصلاح الاقتصادي لفئات كتيرة من الشعب المصري واقتصارها على فئة قليلة وابعنها